المساجد في الإسلام لها أهمية كبرى وأهمية عظمة فهي بيوت الله في الأرض وهي بيوت العبادة التي ارتضاها الله عز وجل أن تكون موضعاً لعبادة الإنسان لله سبحانه وتعالى في أرضه ولأهمية المساجد والمسجد في الإسلام حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كان أول ما فعل بعد المؤخى بين المهاجرين والأنصار ووضع دستور المدينة الذي نظم العلاقة بين المسلم والمسلم وبين المسلم وغير المسلم في دولة الإسلام بنى المسجد دلال على أهميته ودلال على عظمه ودلال على مكانته في الإسلام وأنه له مكانته من حيث الأهمية والأهمية الكبرى كذلك كان المسجد هو مجال الحياة بوجه عام في حياة المسلمين فمنه تنطلق الغزوات ومنه يعني هو مجالس العلم كان صلى الله عليه وسلم يعني يجلس بين أصحابه يعلمهم الدين والأحكام والموعظة والرقائق وكل ما يتعلق بالإسلام في المسجد كما رأوا في ذلك البخريف صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه الصحابة فأيضا كان مكان اجتماعي لإيواء الناس منه الغزوات تنطلق فكانت معظم غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم تنطلق منه فكان أيضا مجال يعني للتخطيط العسكري والتشاور مجال للأمر السياسي الشورى في النقاش بين المسلمين في قضاياها العامة والخاصة كما استشار الناس في غزوة أحد وفي بدر وفي غيرها وكذا وكذا معظمها في المسجد وكان المسجد كذلك موضع لأسر المأصور أو السجين إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه أو يطلعه على الإسلام كما في حديث صحيح البخاري أن ثممت ابن أثالي الحنفي حينما أراد قتل رسول صلى الله عليه وسلم فأمسك به الصحابة فربطه صلى الله عليه وسلم في سارية من سواري المسجد ليطلع لأنه في النهاية الصورة الذهنية التي عنده عن الإسلام جاءت من انطباعات سيئة فأولى به أن يطلع على الإسلام من داخله وربطه ثلاثة أيام في كل يوم يأتي صلى الله عليه وسلم ويسأله يا ثمم ما تقول يقول يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن تعفو تعفو عن كريم إذا أتال تثيث الواحد وراء عزوة تقتر أو تقتل من يستحق القتل وإن تعفو تعفو عن كريم مرة واثنين وثالثة إلى أن أعتقوا فأسلم الشاهد الذي كان المسجد يعني له هذا المجال وكذلك حينما سيدنا أبو لبابة أفشى السر لليهود حينما سألوهما تظن أن محمدا فاعل بنا فأشار إلى رقباته فاعتبر ذلك خيانة لله ورسوله فربط نفسه في سرية من سور المسجد حتى تأتي براءته جاء براءته وشارته بها إحدى الصحابيات شاهد في ذلك وأيضا ثلاثين خلفهم منهم يعني أحد الصحابة كذلك كان المسجد هو الميدان والمجال حتى للرياضة يعني كان مجالا للطريد كما يعني مجالا للترفيه وسنبين بعض هذه الأحكام في أحكام المساجد ليتضح لنا هذه الأحكام شاهد في ذلك أن المساجد لها قيمتها ولها هميتها من حيث القيمة التي عند المسلمين والتي في الإسلام للمسجد اشتركوا في القناة